استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود تصدي لتغيرات المناخية ويرفع مستوى معيشة المواطن تضمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية حيث أشار البنك الدولي إلى أن مصر تتبنى للمرة الأولى برنامجا وطنيا للإسكان يرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها كما أكد البنك الدولي في تقريره أن الحكومة تبدل جهودا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مبادراتها الإنمائية المختلفة وبرامج الإسكان الاجتماعي مثل برنامج سكن لكل المصريين